بمواجهة أسوان مع الأهلي والمواجهة الثانية هتكون الإسماعيلي مع غزل المحلة وإحنا بنستعرض وأيضا اللقاء السابعة هيكون حرس الحدود مع فاركو فاركو من أجل مواصلة الانتفاضة الرائعة حرس الحدود من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الإسماعيلي نفس الأمر غزل المحلة من أجل استعادة الاتزان الأهلي من أجل مواصلة الصدارة أسوان من أجل محاولة اقتحام المربع الزهبي هذا ما وعد به الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان أشرف عطية محافظ أسوان النهاردة اللي زار تدريبات الفريق الأسواني النهاردة راح للمرة الثانية هذا الموسم إلى تدريبات الفريق المرة الأولانية كانت بعدما كان هناك احتمالات أن يرحل الكابتن أيمن الرمادي بسبب أزمات مالية المرة الثانية هي قبل مواجهة الأهلي يزور المحافظ تدريبات الفريق وفي أثناء اللقاء مع اللاعبين والجهاز الفني الكابتن أيمن الرمادي شكروا على كل المجهودات اللي بيعملها مع الفريق ووعده بأن طموحات أسوان هي إنهاء الموسم في المربع الزهبي طبعاً دي طموحات عالية شويتين لكنها لفريق فاجأ الجميع فلماذا لا يفاجئ الجميع في نهاية الموسم بأنه يستحق التواجد في هذا المكان هو بيسعى أيضاً للتعافي من الخسارة اللي كانت بهدفين دون مقابل أمام الاتحاد الجولة الماضية وما حدث أيضاً في هذه الجلسة اللي صورناها لحضراتكم بكاميرا الزميل ممدوح رضوان مراسل برنامج الماتش في أسوان إنه طلب الكابتن أيمان الرمادي من محافظ أسوان محاولة الحصول على قرار بأن يشارك أسوان في البطولة العربية اللي لسه فيها تقبل الله يا كابتن أيمان بإذن الله ومنا جميعاً اللي لسه فيها يعني كلام على مين الفرق اللي ممكن تشارك من مصر خلينا أقول لكم إنه أسوان أعلن القائمة النهاردة وكان فيك محاولات لحد الساعات اللي فاتت إنه هم يجهزوا ديلسون كاموني واللاعب في النهاية لم ينضم إلى تدريبات أو إلى القائمة وده بسبب إنه الإصابة يعني كانت لسه إصابة مؤثرة شوية رغم أدي هي لقطاتها هي للمحافظ مع المدير الفني للفريق فكانت المحاولات إن اللاعب يكون جاهز يعني لكنه لم يستعد أو لم يكن جاهزاً للمباراة أسوان حالياً في المركز التاسع بـ 22 نقطة يعني بطموحاته اللي هو عايز يدخل بها المربع الزهبي دي هو بيبتعد بـ 11 نقطة عند الاتحاد السكنداري لكن هو لسه عنده مباراة مفوضة يلعبها بكرة عشان يتساوى مع الاتحاد السكنداري الزمالك طبعاً بعد فوز الاتحاد النهاردة تراجع للمركز الخامس وإن كان لسه عنده مباراة للتساوي مع فريق الاتحاد في عدد المواجهات طيب قائمة أسوان خرج منها ديلسون كامون طيب اشتركوا في القناة